في ظلية التحولات التي تشهدها الصحة الأعلامية في الجزائر إشكالية عديدة تطرح نفسها لفهم تحديات قطاع الصحافة والعاملين فيه معطيات توقف عندها أساتذة المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام خلال يوم دراسي لابد من ضبط هذه القطاع هناك أشياء لا نعرفها كثيرا منهم الصحفيين هل هم صحفيين مهنيين؟ هل قاموا مثلا لهم زاد في دراسات الإعلامية؟ فهذا لا نعرفه وحالتهم الاجتماعية حالة صعبة جدا نزال يوم لأدى عملية تحصيلات تحقيقات للججائر وعلى نصنعات وعلى نصنعات لتحقيقات تحقيقة أكثر على الحقيقية الغيرية ولأنها الصحافة مهنة المتاعب الإحاطة بواقع الصحفي المحترف والمرسل المحلي بات ضرورياً للموازنة بين التأطير القانوني والممارسة الاحترافية المرسل الصحفي يعتبر بمثابة حلقة أساسية في تنوير رأي العام على المستوى المحلي لحظنا أن هناك العديد من المفارقات بين التأطير القانوني من جهة الذي وفره المشرع الجزائري وغياب التحكم والتأطير على المستوى المهني هذا ويبقى الرهان الوصول إلى ممارسة إعلامية محترفة تتماشى والرهانات التي تعرفها الجزائر